قبل قبل اي حاجة. آآ بس جمهورنا دي يقولك زعلان منك جدا. انا تدخل على سخنال جدا. لا انا هقولك على حاجة. انا طالع معك النهاردة. وربنا يعلم معزتك وان انا بحبك ازاي. عارف. ومش نسي لك ان انت في الفين وخمستاشر ساعة مشكلتي. كنت انت الوحيد في المجال ده. اللي يعني وقفت جنبي. الله. وخطرت بحاجات كتيرة جدا حتى لو جلدي اه درجة ربعة. بس انا فعلا ما كنتش لاقي حاجة ساعتها وانت كلمتني وانا كنت عايزة بطل وانت لما كنت اكتشفت انا كنت اعمل ازاي. فانا عمري ما هنسالك ده. اه ممكن تكون الجمهور زعلان علشان انت بتهاجب الناد الزمالك وده طبيعي. او شايفين ان انت جاي على ناد الزمالك وطبيعي ان هم يزعلوا. بس انا برضو مش قادر انسالك اللي انت عملته معي. وانا زعلت مسلا ان في ناس فاكرة ان اطلع معك عشان انا باخد فلوس. ما انا ما اعرفش انت بتقول. فربنا يعلم. انا انا عمري ما طلعت في برنامج واخدت ربع جنيه. لا وميغة مش اللي يتعامل مع بريم كده ولا بريم يتعامل مع ميغة كده. وانا بتاع سبوبة كان زباني على الال لسه بلعب. عارو. انا بطلت سبعة وعشرين سنة يعتبر. فعمري ما كنت بتاع سبوبة وعمري ما كنت القصة دي خلص بتاعتي. بس انا ما اقدرش هنسلك وقفتك معي. فعز ما تكل معاني. على فكرة والله ميغة بس بعيد عن اي حاجة زي ما انت عارف انا ما عافش. في كده محبة في الله. اه. لانا دايما بتاعامل بحتة وانت تعملت معي حتى. انا بتاعامل بحتة لعيب الكورة. ممكن ناس كثيرة جدا بتزع. بس مش كل واحد هعدة تديله مبرر. او مش كل واحد ان انا هتكلم معاه في حاجة. انا بالنسبة لي. ما انت في جمهور زمالك زاد. ما ينفعش وما تديلهش مبرر. ده بس حقك. وحقك بتتكلم. هم اميني وانا منهم. بس يعني انا لسه طبعا هفتع معك حوار. انا اولا مش انا مش موزيع. انا بتعمل مع اخوي الصغير والحمد لله اي اي ضيف بيجي معي ما بتعمل ما بعتبرش دي. فانا جاي بحد صاحبي او حد حبيبي او زميل ملاعب. فبنقد نتناقش مع بعض. طبعا. وبخركش برة كورة ولا لي. ما تكلمش غير كورة. شاف الملعب اللي قدامك ده? هو ده اللي انا بتكلم فيه. انا حابب بتكلم مع المرغاني في حاجات كسيرة جدا. من بداية الازمة طبعا خلان اتكلم ان ازمة كانت معروفة وبعد كده عطلتك. انت مش زعلان ان ان بسبب اه تهور. ويمكن انا شايف لسه التهور لسه موجود. ده والله بس فقه في كورة. حلو حلو تكلم كورة زي ما انت عايز. عفاك الناس بتحترم اي حد اللي يجي يتكلم في الكورة او بينتقد بتتكلم في الكورة. المرغاني. اه 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 اجيبها لك من البداية. كان فيه فترة علاقتك مع جمهور النادي الاهلي علاقة كويسة جدا. حاصل. صح? حاصل. انا واحد من الناس اه كنت متابع الموقف اللي حصل. كان جمهور النادي الاهلي دعم ليك بشكل كبير جدا. وكان مسندك ومقتنع بيك. وكنت في الوقت ده حتى انت بترد عليهم وبتكلمهم. هل يعني هل الموضوع ده ما 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 حططوش على جنب كده? بمعنى ايه ما حططوش على جنب. يعني ان فيه موقف من جمهور النادي الوقف معاك رغب ان انت زمال كاوي. اه دي دي حاجة تحترم طبعا. ان ان هم يعي يوقفوا معايا رغم ان انا كنت لعيب في نادي الزمالك او لعبت في نادي الزمالك. اه ولكن انا برضو لما النادي الاهلي مثلا حصل احداث بورسعيد انا وقفت مع الجمهور. مش لازم اقول وقفت ازاي وعملت ايه والقصة دي كلها. الناس ما بتنساش عادي. اه بس انا انا كان لها موقف. ومش موقف اللي انا طلعت في التلفزيون بقى وروحت العزل اللي كان في الناس. لا انا كان لها موقف اكبر من كده. واحسن من كده. وما طلعتش قلت ان انا عملت كذا. فانا مش مش ناسي ده. ومش معنى ان انا مثلا اه ان انا بقى يعني بغزهم شوية في الكورة. ان لو لقدر الله لقدر الله يا رب ما تحصل تاني حصل اي مشكلة. ان انا مثلا مش هقف مع جمهور النادي الاهلي وحصل مشكلة. شابه بالعكس. انا هبقى اول واحد موجود زي ما كنت قبل كده. من اول الناس اللي موجودين. فالكورة حاجة. والمشاكل وانت تقف جنب الناس او انت تساند قضية معينة الناس ليها حق. بقصة تانية خلص. اكيد. اه. طيب. هسألك فين ميغا دلوقتي. اه. زي ما انت عارف شغال في العقارات. بقى لي خمس سنين. ومن شهر خمسة اللي فات عملت بيج على الفيسبوك. وبتشانل على اليوتيوب. وبتريت اه. اتكلم شوية في الكورة. الناس اللي بتتكلم على نادي الزمالك بطلع اردها اليوم. اه بس. ما اعملش حاجة تاني. طيب ليه ميغا مش موجود في نادي الزمالك. اشتغلت سنة في نادي الزمالك مدرب. ده ناشئين. ناشئين. اه. والحمد الله كنت كنت عامل شغل كويس. بس حصل لي ظروف اه اسرية. ده شيء طبيعي بتحصل في الفيئة كلها. اه. منعتني ان انا اكمل شغل في نادي الزمالك. لان انا شايف مدربين الناشئين في مصر عمتا في كل الاندال. يمكن ما عدا نادي زد. يعني او ممكن ان يكون في نادي او اتنين كمان تاني معي. مظلومين بشكل كبير جدا. يعني ايه واحد رب اسرة. ولعب كرة. يعني ان انت خلي بالك انت عشان لعبت كرة بتتفرج عليك اميج معينة. يعني انت لو دخلت مسلا ابنك او بنتك مدرسة مدرسة. ده لعب كرة بخين تشوف مدخل. وماعرفش ظروفك. صح. فمش هتعرف تفتح بيت وتصرف عليك باربعة خمس تلاف جنيه في الشهر. في ظل الظروف الاقتصادية اللي العالم كله فيها دلوقتي. صعب. هتضطر ان انت تشغل كموظف. عايز تخلص ساعتين. وتجري على اكيديمية هنا على انا. وانا نادي زمالك بالنسبة لي ما ينفعش كون شغال موظف. كاي. اللي هو بخلص ساعتين وامشي. شايف ان انت مطلع طاقتك انا انا واحد بالنسبة تابعك يا. كل شيء اتوم ظاهر لي كده. وطبع الناس بتسخنك علي وسهي. اهو عميخ. انا مقدرش. عميخ انا ده حبيبي ده اخويت كبير. انا اقول لك انا بمنساش الناس. والله عايز اقول لك حاجة. تعفل ان انت حتى لو اتكلمت علي والله ما هزعل. يعني ما شاطتنا. اسمعني بكلم. لا والله حتى. بس في دايما انت عارف ابراهيم انت تتعملت مع ابراهيم كشخصي. في نوعية لعيبة معينة انا بحبها. اتقبل منها اي حاجة. لا يعني. اتكلمك اوه حشان حتى هما لو سخنوك. لا لا. والله اتكلم والله عادي. ما اتخدش ان انا ممكن. هلا انت مش هتتكلم معاك ورا? بص انا انا اسلوبي حد شوية. رد؟ تمانا يعني انا اسلوبي رز بلمن. ويصعب علي. يا اسلوبي بس رز بلمن. بس كورة. العيش والملح بالنسبة لي اهم. بس دو كورة والله انا والله ما هزعل. انا فهم. انا فهم. ما هلس انتكلم في زيزو مش كبير دلوقتي.